هذا هو ما ذكره معالي الوزير محمد منشا أعتقد أنك تعلم ما نتطلع إليه من خلال المصارف الاقتمالية متعددة للأطراف وكذلك ومن ضمنها بالطبع البنك الأسيوي للسسمار في البنية التحتية تالي فالسؤال إيه اللي هيعمله بقى البنك الأسيوي للسسمار في البنية التحتية عشان يسهل مع كل التحديات اللي اتقالت قيام القطاع الخاص بأنه هو يبقى عنده فرصة أكبر لتحريك أموال لأنه هو يستثمر في البنية التحتية ويتحمل جزء أكبر في التنمية وفي الفجوة الخاصة بتمويل البنية التحتية في كثير من دولنا أنت عدد الدول عند حضرتك وصلت 106 دولة وكل واحدة متطلعة إلى أن البنك يقوم بدور في هذا الإطار فهيكون ردك إيه على هذه التطلعات شكرا شكرا جزيلا ونقدر التعاون مع القطاع الخاص وشركائه باعتبارهم شركاء أساسيين ونحن نعمل على مدى ثمان سنوات ونرى الأمر شكل أوضح ونعتقد أن هناك مشاعر ومتطلبات وشواغل خاصة بالقطاع الخاص فيما يتعلق بالتعامل مع المصارف الاقتمانية حين بدأنا بوضع المفاهيم الخاصة بالبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية فكرنا منذ البداية وبدعم الجميع فكرنا بمشاركة مصر فكرنا بأن نكون مناسبين ونتوائم مع القرن الواحد والعشرين وهذا البنك يجب أن يقدم فرص لالقطاع الخاص والقطاع العام وأن يكون هناك ضمانات سيادية تساعد في تقليل الضوء على الحكومات بداء من اليوم الأول فإننا نعمل على هذا الأساس ونعمل من خلال فرعين القطاع العام والقطاع الخاص ونعمل لدينا فرق متعلقة بالتمويل الخاص بالقطاع العام وأيضا لدينا الجانب الخاص بالتمويل السيادي وبالتالي فإننا نفهم شكل كامل الأهمية التي يجب أن نليها إلى حشد التنمية الحاصة بالقطاع الخاص وأولا فإننا نفهم أن القطاع الخاص يفكر بشكل عملي وحين نعمل في أي دولة ومن خلال بيئة جيدة للأعمال فإن تسهيل الأعمال يكون أمرا مهما جدا السياسة السياسة التنظيمية يجب أن تكون قائمة على التوقع إذا حدث أي تغير يجب أن يكون هذا التغير الأفضل حتى يستطيع القطاع الخاص بالتالي أن نشعر بالارتياح نحن هنا ويكون لدينا حوارات دائمة ومستمرة مع الدول التي نتعامل معها لكي نفهم ولكي نرى كيف يمكن أن نعمل معنا حتى نوفر هذا المناسب للأعمال والذي يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة إذن التوقع ونحن نفهم أن رجال القطاع الخاص يرغبون في اتخاذ المخاطر ولكنهم مترددون في التعامل معها بشكل مفاجئ إذن هذا ما نقوم به ثانيا هناك الكثير من المشروعات الواعدة لدى القطاع الخاص ولكن في الكثير من الدول المنخفضة للدخل لتكون هذه المشروعات صعبة وتبدو مكلفة إذن فنحن نعمل معا ونقدم تمويل طويل الأجل والتمويل قليل التكلفة حتى يستطيع أصحاب القطاع الخاص أن يشعروا بالارتياح والجانب الثالث هو أننا نحاول أن نتيح لمستثمر القطاع الخاص لأن يكون لديهم استثمارات قطاع خاص باعتبارها أصولا وأثناء القيام بذلك فإن القطاع الخاص يكون لديه القدرة على القيام بالأعمال بشكل كيد ولدينا إدارة استثمارية ونفهم أن التمويل هو المنصة التي تستطيع أن تساهم بشكل كبير في مشروعات البنية الأساسية ونسمح للمستثمرين من أصحاب المؤسسات أن يشاركوا بشكل كبير كونهم من مستثمر القطاع الخاص وبالتالي فإننا نفهم أهمية وجود استراتيجية يتم من خلالها تحقيق حوالي 50% من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص وبالتالي فإننا نستمر في العمل ونعمل مع القطاع العام والقطاع الخاص لكي نفهم كل القطاعين بشكل أفضل وأن نحاول أن نضع سياسات واستراتيجيات تمكننا من العمل معا حتى نخلق مستقبلا أفضل للجميع وشكولان